السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على حبيب قلوبنا اللهم صل على طبيب القلوب اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومدادة كلماتك ثم أما بعد أنا عايزك تتخيل معايا من أول لحظة الليلة عايزك تتخيلي معايا من أول لحظة إنك إنت جالك مشوار في بلد تانية هتسافر بلد تانية المشوار بتاعك في برج في الدور العشرين هتطلع الدور العشرين وفي أسنصير البرج مليان أعمال تجارية وشركات فأنت رايح حمل هم قال له طبعا أنا الوقت يا بقى الأسنصير عطلة وهتعطل فيه وهيبقى زحمة وهطلع السلم ولا مش هطلع السلم تخيل إنك إنت روح تلقيت الأسنصير فاضي الحمد لله هطلع الدور العشرين على طول مفيش حاجة هتعطلني تخيل بعد ما سفرت وروحت واركبت الأسنصير وإنت طالع زبطوا على الدور العشرين وإنت طالع عند الدور الخمستاشر الأسنصير عطل في وش حيطة عطل في وش حيطة يعني حتى مش في وش باب يعني حتى ما تعرفش تخبط على الباب أو تستغف بحد فبدأت تحس إنك إنت متوتر وإنك مرعوب افرد الأسنصير وقعبية افرد حصل حاجة بدأت تحس إن الهوا بيخلص إن الدنيا حر إنك إنت متوتر إن إديك بترتعش طب ده الوقت بعدي مفيش حد بينجدني مفيش حد أحس مية مفيش حد أحس إن فيه واحد محبوس في الأسنصير بدأت تتوتر أكتر وبدأت إديك ترتعش أكتر وقلبك ضمضاته تزيد وبدأت أعصابك ترتجف وبعد كده وإنت في موقف العصيب ده وحس إن الهوا بيخلص من حواليك افتكرت ياه الحمد لله الحمد لله أخيرا ده أنا معايا محمول معايا محمول هتصل بالله أنا كنت أطلع ليه وطلعت المحمول وإدك بترتعش وانسكته وبدأت تضرب الرقم بتاعه وإدك بترتعش حطيت بعد ما دردت الرقم بتاعه حطيته على أدانك سمعت عفوا لقد نفز رصيدكم تعمل إيه؟ تعمل إيه لو أنت في الموقف ده تعمل إيه لو الموقف ده أنت تحطيت فيه الموقف ده اخوانا إحنا الوقت ممكن أعصابنا تشدت معاه بس الموقف ده في الدنيا ما بالك لو الموقف ده في الآخرة يعني في الآخرة هو ممكن يحصل في الآخرة اقرأ معايا الآية اللي في سورة التحريم قول الله سبحانه وتعالى يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واخفر لنا يعني إيه اخوانا الناس دي جاءت تعد من على الصراط فنور اعمالها مكفاش ان هو ينور الصراط كله فجزء من الصراط نور وجزء فضل ظلمة طب وبعدين ده انا لو قدت كده ووقفت في نص الصراط لان الباقي ظلمة بعد كده هيحصل ايه لا يمكن هخط خطوة جهدنا ما هيطلع منها لسانها يبتلعني يا رب تمم لي نوري على الصراط يا رب كمل لي الطريق نور يا رب واخفل لي الزنوب اللي منعاني تعمل ايه لو انت في الموقف ده واخدوا بالك يا جماعة الموقف ده مش بسيط لوقت تحسبوا ان الموقف ده زي ما بنسمعه كده ربنا اتمم لنا نورنا ده واحد مصيره كله معلق بدعوة انت ممكن ترفع ايدك الوقت وتقول يا رب او تقول يا رب بس ما انتش حاسس ان مصيرك للابد معلق بالدعوة ده هي الناس دي وهي ابتدع دي مصيرها معلق بالدعوة دي لو ما استجبتش خلاص تخيل وهو شايف شفير جهنم قدامه وشايف الناس متى سقط في جهنم قدامه وشايف قدام عينه واحد وماشي على الصراط رجله وقعت مست سكر بس مست النار عارف اللي بيامسه النار بيحصل له ايه ان المجرمين في ضلال وسعر ليه عشان ذوقه مسه سكر عشان اتمست يعني ايه سعر يعني جنون لقيت واحد رجله بس مست النار اصيب بالجنون اتجرن وهو على الصراط ولقيت واحد اتغمس غمسه في النار وطلع سمعته بيهتف ما فقته نعيما قط ما فقته نعيما قط والله ما فقته نعيما قط ده ايه ده ده واحد كان انعم واحد في الدنيا اتغمس غمسه في النار فقد الذاكرة ونسى كل نعيم دهه ولقيت اقل اهل النار عذاب واحد رجله بس اللي مغموسه في النار وباقي جسمه طالع انت شايفه بعنيك كما فيه صحيح كما فيه فتح الباري بيسيل دماغه من الغليان على وجهه نتيجة النار اللي بتمس رجله والعيث بالله وانت في الموقف ده وشايف اللي بيتسحب على وجهه الى النار واللي بيتاخد من لسان لهب شايف المنظر ده كله ولقيت ان نور اعملك ما كفاش غير نص الصراط بس فبتقول ربنا اتمم لنا نورنا واخفر لنا تخيل لو ساعتها تلك عفوا لقد نفذ رصيدكم رصيدة خلص معادش عندك رصيد يكمل النور بتاع الطريق تعمل ايه ساعتها تعمل ايه لو رصيدة خلص منك على الصراط تعمل ايه لو رصيدة خلص منك على الميزان على الميزان ازاي رصيد حسناتي يا اخوانا يا اخوانا درس اللينا مقصده ان احنا ننتبه لحقك في غاية الخطورة في غاية الخطورة والله العظيم ان يوم الايامة موضوع كبير جدا يوم الايامة احنا قدامنا محطات لجان لجان تفتيش لجان امتحانات عندك لجنة امتحان فور نزولك القبر من ملكين شديدان هينطهرانك وعندك لجنة امتحان تانية في القبر هتتحسب على كل عمل عملته وعندك لجنة امتحان تانية على الميزان وعندك لجنة امتحان على الصراط وعندك لجنة امتحان في العرض على الله وعندك لجنة امتحان على القنطرة تخيل انت محتاج رصيد قدقي عشان تعدي من كل الليجان دي الطالب اللي هيمتحان امتحانات كتير جدا محتاج رصيد مذاكرة قدقي عشان يعدي انت محتاج رصيد حسنات قدقي لو رصيد الحسنات بتاعك خلص عند الموت ما كفاش انك تنجو من قلم الموت لو رصيد الحسنات بتاعك خلص في القبر ما كفاش ان كنت تنجي من عذاب القبر ما كفاش لما لقيت العذاب بيحتوشك من بين ايديك او عن يمينك او عن شبالك فبتستغيثي بالله اتقلك عفوا لاخد نفذ رصيدكم رصيدك الحالي لا يكفي لا يكفي لسترك عن النار في القبر رصيدك الحالي لا يكفي لسترك عن النار فحتل عبور عصرات ماذا لو نفذ رصيدك على الميزان يعني ايه يعني الميزان هو قدامك اهو تخيلي تخيلي انت وقف الوقت بتتوزن انت وقف قدام ربنا انت وقف قدام ربنا كما خلقتي وكما ولدتي ووقف او اعمالك بتتوزن حسنة في كفة الحسنات هتتحط هتتحط قلبك هيتخلع معاه اتحطت الحمد لله طبط كفة الحسنات بعد كده سيئة لا مش ممكن يا اخوانا السيئة دي يا جماعة يا جماعة السيئة احنا بنشوفها في الدنيا ما بيحصل لناش حاجة يعني عادي انا عرفت ان ليه سيئة في الدنيا هقول استغفر الله هقول تبطي لله هقوم توضي وصلي ركعتين توبة انما في الاخرى في مشكلة في غاية الخطورة اني ما فيش كلمة استغفر الله اني ما فيش كلمة تبطي لك يا رب ممنوع باب التوبة تقفل ما فيش حاجة اسمها توبة ما عادش في حاجة اسمها استغفار ما عادش في حاجة اسمها كفر عنا سيئاتنا ما عادش يا اخوانا ربنا عافينا ففي الدنيا لما هتشوف ذنوبك هتقول ايه استغفر الله انما في الاخرى لما تشوف زنوبك يا ويلة ما فيش كلمة تانية لما الواحد يشوف زنوب وفي الدار الاخرى غير الكلمة ده ايه لو نفذ الرصيد بتاعنا يا اخواننا هنعمل ايه مصنع للحديد والصلب انفجر مرة من المرات في احدى المدن في جمهورية مصر العربية فافران الحديد دي افران رهيبة افران فوق ما نتخيل يعني الحديد بيتصهر بيبقى عامل زي زي الحمام اللي طالع من البراكين كده تخيلوا درجة الحرار رهيبة انفجر والحمام ثالت اللي كان بيقع مش كان بيتحرق مش كان بيموت ده كان بيتبخر كان بيسيح اللي وصلوا المستشفى من المصنع كله 18 واحد اول ما وصلوا 12 واحد ماتوا اللي فضل ستة بيقول اللي في المستشفى ان ليلتها ما فيش حد في المستشفى عارف ينام من الصراخ الرهيب بتاعهم الصراخ الاليم وكل ده جزء من 70 جزء من نار الاخرى لو ساعة العرض على النار حساعة العرض على النار متخيلين العرض على النار اللي بيقادوا الى النار بيقاد ازاي بيقاد مغلول مغلول يعني كده لا ده كده يعني مقيد مغلول يعني كده مغلول يعني الابين مربوطة في الرأبة ومقاد الى النار والنار ابوابها بتتفتح ويلقى فوق توصد تاني تتفتح يلقى فوق توصد تاني منظر الواصد بتاعها والقفل بتاعها هي بتتقفل ايه معنا ان النار بتتقفل ايه معناها ثلاث حاجات ايه هما اول حاجة ان الحرارة جوه ماش سبتة ولا بتقلي ده في زيادة مستمرة في زيادة متصعدة مستمرة ما بتقلش عذابا صعدة طب والحاجة التانية الحاجة التانية انه لا سجن سجن محبوسين فيه على عذب الله طب والحاجة التالتة انه مفيش هوا بيدخل مفيش شبابيك مفيش تجديد هوا مفيش نفس امال بيتنفسه ايه نار لما بيجوا يتنفسه يشموا بقنفهم الهواء يدخل نار في رئيتهم والعاذ بالله مكان هذا الهواء ماذا لو نفذ رصيتك ساعة العرض على النار مكفاش مكفاش انكتة تحجب على النار ماذا لو نفذ رصيتك على الميزان وانت الحسنة بتتحطي في كافة الحسنات الحمد لله السيئة بتتحطي في كافة السيئات اتعدل التاني بعد كده حسنة حسنة ايوة ده كأن بالضبط بق مية بارد في وسط الحر حسنة تحطت الحمد لله بعد كده سيئة سيئة اتحطت حسنة سيئة حسنة سيئة وقلبك بيتخلع مع كل طلعت ميزان ونزلته وفجأة ما عادش فيه حسنات سيئة 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 ايه فين الحسنات لقد نفذ رصيتكم ليه لانك كنت في فترة من الفترات التزمت بالحجاب الشرعي والتزمت بالعفاف والتزمت بالطاقة ستوبة بتاعتك في الفترة دي عدلة السيئات اللي فاتت وبعدها حصل انتكاس بعدها انتكاس وسبت الطريق فما عادش في حسنات بتعادل السيئات فبقت سيئة 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 عفوا لقد نفذ رصيدكم نفذ ازاي ازاي يا اخوانا احنا لازم نحصل في الدنيا رصيد يكف ان احنا نعدي من كل اللي مستنينا انا النهاردة وانا جاي في الطريق جاي في الطريق للطاهرة والله العظيم يا اخوانا كان احد اخواني اخ ربنا يبارك فيه ربنا يعني احد اخواني وكان اخ في جامعة 6 اكتوبر هنا والاخ ده كان اخ مكتهد جدا في طلب العلم يعني وكان يعني هو من محافظة تانية وقال انا بلدنا مفيش فيها دعوة انا عايز اطلب علم هنا في القاهرة عشان لما ارجع بلدنا انشئ دعوة فيها واهد الناس وربنا يشرح الصدور على لقبية وفضل يطلب هنا العلم مع الكلية بتاعته لما جوم تخرجوا في حفلة التخرج عملوا في الكلية حفلة اغاني عشان الطلبة فصمم انه يعمل حفلة للدعاء للدعاء عشان يجيب الدفعة وبذل مجهود رهيب عشان يعمل الحفلة الدينية ده بذل مجهود كان فعلا الواحد منبهر بالمجهود اللي هو بيبذله والجري اللي بيجريه عشان يكافح ويعمل الحفلة ده وعملها فعلا سبحان الله العظيم وانا جاي النهاردة في الطريق لقيت واحد بيتصب بي بيقول لي الاخر فلان قلت له اه ماله اللي مات قلت له ايه مات ازاي فلان فلان اللي كان مال الدنيا حركة فلان اللي كان بيطلب علم فلان اللي كان بيجريه على الله فلان اللي كان بيجري في الدعوة ازاي مات ازاي سبحان الله العظيم سبحانك يا رب في لحظة يا جماعة في لحظة لحظة لابد منها بيلتهي كل حاجة وهتلاقي نفسك بين ايدين ربنا وهتلاقي نفسك بين ايدين الملكين تحت التراب وهيبقى ساعة القضية قضية رصيد رصيدك قد ايه يا جماعة هدف الدرسنا ان احنا نفوق ان احنا لازم نيجي يوم القيامة معنا رصيد يكف ان احنا نعدي كل محطات التفتيش ده ايه محطات التفتيش ما انت ماشي الوقت في الدنيا ماشي وراك بعربية الحياة عربية الدنيا في لحظة هتلاقي ناس ملائكة لفسه ابيض وموقفة العربية ايه انزلي ليه خلاص خلاص ايه يلا انزلي عشان التفتيش محطة التفتيش النهائية محطة الحساب بداية الحساب رصيدك قد ايه انا عايزك تيجي يوم القيامة ملياردير اتحسنات انا عايزك تيجي يوم القيامة ملياردير ملياردير يعني ايه ملياردير يعني تيجي يوم القيامة تعدي كل الحواجز دي عندك رصيد يكف بفضل الله تعدي تعدي تيجي في الجنة في الاخر تبص على اصر مهيب كده في الفردوس انا عايز الاصر ده ده غالي اوي ده بمتين مليون حسنة معايا الحمد لله معايا بفضل الله ده نعيشت طول عمر حصل حسنات معا ده أنا مليار دير اللهم لك الحمد والياختي الجميل ده اللي على نهر الكوثر لا 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 ده بربع مليار حسنة معايا الحمد لله معايا والفيلة الجميلة ده اه لا ده ده بمية وخمسين مليون حسنة معايا الحمد لله انما التاني اللي معهوش مفلس 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 يا جماعة الرسول عليه الصلاة قال اتدرون من المفلس مين اللي اشهر افلاسه اشهر افلاس يوم الايامة اخطر حديث في يوم الايامة حديث اشهر الافلاس انتوا عارفين ايه الفرق من الفقير والمفلس الفقير ده اللي هو معهوش اصلا المفلس ده اللي كان مليونير وبعد كده جاله جائحة نسفت الرصيد بتاعه ضيعت الرصيد بتاعه فيشهر افلاسه تخيل واحد مليونير وفي يوم اشهر افلاسه في نفس اليوم اكتشف ان عنده سرطان ومحتاج يتعالج بره بملايين يعمل ايه مصيبة المصيبة بتزود المصيبة دي تخيل على القنطرة بعد العبور من على الصراط لما تيجي تعدي ومعاك حسنات الحمد لله لا نستمع يا رصيد عشان ادخل بيه الجنة تلاقي واحد مستنيك تعال هات حسناتك ليه انت مشيت مع اختي ايام وكنت في الجامعة وانت هات حسناتك ايه انت مين انت كمان انا اخوها ده ده ابوها انما انا ابوها انما ده كن اخوها وتلاقي واحد ثالث حسنات انت عايز ايه انا كنت مدرس خطة عندي في سنوية مددتيش الفلوس بتاعتي وتلاقي واحد ثاني حسنات ايه ده انا اخوك اللي كانت ورسي وانا اليتيم اللي كانت ورسي وانا اللي شتمتيني وانا اللي اختبتيني وانا اللي كلمت كلمة في عرضي وانا اللي مرت طريقة عليا من ظهري وانا 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 رصيد خلص رصيد كله انتهى يا رب يا رب تلاقي نفسك بتجرجل تاني بعد ما قدت من على الصراط بتتجرجل للنار تاني يا رب يا رب عفوا لقد نفذ رصيدكم الرصيد خلص كل ما قاسي اوه يا جماعة ده احنا في الدنيا يا شباب في الدنيا لما بيكون عايز اتصل بواحد صاحبي في مكالمة عادية ولقي عفوا لقد نفذ رصيدكم بحس انه بخنوه وما يقول اليمن احمل ايه اصلا مش هتقال عفوا عفوا ده ايه ده دي كلمة درجع للسن عفوا ده بتاع ايه ولا يتقال رصيدكم لانا كلمة احترام نفذ رصيد خلاص الموضوع انتهى لو نفذ رصيدنا هنعمل ايه اخوانا لو اشهر افلاسنا على القنطرة هنعمل ايه ما بين الجنة والنار وناس تانية بقى يوم الايامة تيجي ربنا يعافين يا رب ربنا يعافين يؤتى بحسنات امثال جبال تهامة بيضاء جبال حسنات ده كانوا ايه ده كانوا ضعادل ولا ايه كانوا ايه دول ده مين دول جبال اتحطت في كافة الحسنات على الميزان الحمد لله دانا كده معد من بدري دانا داخل الفردوس الاعلى داخل وفجأة فيجعلها الله هباء منصورة يعني ايه عفوا لقد نصف رصيدكم اتنسفت اتنسفت ليه انهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها كانوا قدام الناس عاملين ملتزمين عاملة ملتزمة قدام الناس عامل ملتزم قدام الناس ولكن من ورا الناس الله اعلم كان بيعمل ايه وكان مخبف قطه ايه وكان لما بيقفل على نفسه الباب بيتفرج على قنواته ولما وقع شكلها ايه ولما كان الله اعلم كان بيعمل ايه في السر بينه وبين ربنا كانت بتعمل ايه في السر بينه وبين ربنا عفوا لقد نصف رصيدكم هنعمل ايه اخوانا لو على الصراطة قالك رصيدك خلص ما فيش نور ما فيش نور الزائري ما فيش نور فيش رصيد لو على القنطرة لو في القبر هتتعذب ليه مفيش رصيد يحصبك لو سعت العرض على الله مفيش رصيد عن يمينك النار وعن شمالك النار وبين ايديك النار هتترمى اترمى ازاي انا مقدرش يستحمل مفيش رصيد انت عارف يعني ايه تعرض تنظر عن يمينك فلا سرق النار شمالك النار بين ايديك النار انت عارف يعني ايه انت متخيل متخيل لو واحد على رأس جبل بيطل على محيط وحطنا حتة خشبة متعلقة على رأس الجبل طلع برا رأس الجبل وهو وقف على الخشب هدي متعلق عن يمينه مية وشماله مية وبين ايدي مية اهي المحيط ده بقى بقى نار بزقه واحده بزن بواحد كل حاجة انتهت الرصيد اخوانا رصيدك قد ايه انت شحنت قد ايه شحنت قد ايه النهاردة انت شحنت قد ايه ليلة مبارح اصل الشحن ده اخدوا بالكو الشحن ده بيزيد بسرعة قوي ده انت ممكن في نص ساعة الشحيني رصيد يخليك تاخد بيت في الجنة تصلي 12 ركع سنة ده انت ممكن في ساعة واحدة تصلي صلاة التسبيح تشحن رصيد تاخد بيه روضة كاملة من روضة الجنة ده احنا يا اخوانا شحن رصيد مع ربنا سهل اوي اوي والله العظيم هنندم يا جماعة هنندم على كل ساعة مرة تعالينا مش حنناش فيها رصيد هنندم على كل ساعة تنفذنا رصيدها فيها في المعاصر هتندمي هتندمي والله العظيم هتندمي يا اختي اللي شايل يا شوال مثقوب حوالين دهرك وعد الجماعة حسنات والرصيد ينزل من الثقب بتاع الشوال حسنات الحجاب تنزل من الثقب بتاع المكياش اللي انت حطاه يا جماعة عايزين نحافظ على الرصيد بتاعنا درس الليلة عفوا لقد نفذ رصيدكم درس الليلة مقصده ازاي نحافظ على الرصيد لما عرفت على صاحبي الاخ اللي مات النهاردة افتكرت افتكرت الاخ الشاب اللي كان بيشرب مخدرات وهو رايح من محطة مشهورة اوه في القاهرة ميعد الرصيف عشان يجيب المخدرات فالكاب بتاعه وقع نزل يجيب الكاب مطلعش العربية جات خلاص ده هسته انتهت كل حاجة انتهت كل حاجة في لحظة لقى نفسه اداب ربنا في لحظة رصيدك فين افتكرت ساعتها افتكرت ساعتها الشاب اللي من القاهرة برضو اللي كان عنده 25 سنة الله يرحمه اللي كان بيصوم صيام داود يوم ويوم اللي كان حفظ القرآن وبيحفظ القرآن حياته صيام وقرآن وفجأة ماته عنده 25 سنة واحد شاف له رؤية فبيقوله انت في الرؤية بيقوله انت بالزعلان انك موتت وانت شاب بالزعلان انك موتت وانت صغير قال له احزن ازاي وانا بفتر وتغدى وتعشى مع سيدنا عثمان ابن عفان سبحان الله العظيم سبحان الملك الكريم رصيد رصيد يكف انه يرفعك في الجنة رصيد يكف انه يرفعك في الجنة انا عايز اكلمكم الليلة يا جماعة انا عايز اكلمكم يا شباب عن الرصيد نحصله ازاي انا عايز اكلمكم عن اللي احنا محتاجين نحصل رصيده عشانه انا عايز اكلمكم عن مواقف اقتربت الساعة فيها انتوا سمعتوا سمعتوا اللي ربنا قالوا اللي ربنا مش انا مش الشيخ فلان ربنا الملك اللي الملك قاله في اول صورة الحج يا ايها الناس اتقوا ربكم خاف مني خاف مني اتقوني ليه يا رب ان زلزلة الساعة شيء عظيم شيء عظيم زي يا رب ده انت يا رب عظيم لما تقول على حاجة عظيمة يبقى لابد انه عظيم قوي عظيم زي يا رب اوصفه لنا لا ما يتوصفش انا هوصف لكم حال اللي شافه مش هوصف لكم هو انا هوصف لكم اللي شافه حصله ايه بس وشوفه انتو يبقى هو ايه يوم ترونها تذهل تذهل ذهول اول هكذا ذهول يصابوا بالذهول تأذى ايه اللي ممكن يصاب الانسان بالذهول تلاقي الناس كلها مليارات بذهولة تذهل كل مرضعة عمها ارضعت يعني تبقى شيء لضناء على صدرها بترداؤه واول ما تشوف اهوالي القيامة ترميبناه لعادة داليا ده ابن ولا ده خشبه ولا ده محفول ولا ده ايه ولا ده حاجة مش داليا بحاجة تذهل كل مرضعة عمها ارضعت وتضع كل ذات حمل لحملها يعني ايه يعني كل الحامل على وجه الارض يحصلون اجهاض يعني ايه يعني اخوانا يوم الايامة مش قضية رعب وقلق بس ده انت كل عضو من جوارحك هيتأثر بيوم الايامة تأثر جسلي القلوب بلغت القلوب والحناجر القلوب هتضرب في الحنجرة من شدة الزعر والفزع الشعر يوما يجعل الولدانة شيبة انا حتى فكر النهاردة هو ايه اللي ممكن يخلي شعر الانسان يشيب انا لو شفت زلزال شعر مش هيشيب ما مصر جالها زلزالين وما شبناش لو شفت مركان شعرنا مش هيشيب ده الناس اللي بتتحرق في البراكين بقى شعرها ما بيشيبش انا عايز اخليها نفع يا اخوانا ايه اللي ممكن يخلي شعر يشيب ربنا بيوصف لنا اللي شاف حصله ايه عشان نتخيل المنظر ده بايه محتاج رصيد ادي ايه ده وتضعوا كل ذات حمل حملها الستات تقهد لا ده كل الاناف في جميع الكائنات انسان وحيوانات بيحصل لها ايجاب الحيوانات كمان وترى الناس سكارة الناس حق لها تاه الناس عادت بتقبط في بعض بعدوش داريين وما هم بسكارة وما ليه يا رب ولكن عذاب الله شبيب ما قدرونش يستحملوا مسة واحدة من العذاب ولا حتى رؤية العذاب محتاجين رصيد ادي ايه محتاج رصيد ادي ايه فوق معايا انتبه معايا استيقظ معايا استيقظوا معنا يا جماعة يا جماعة احنا اسماءنا عاملين زي ناس عندها عندها الكهرباء بتسحبها وهيجي محصل الكهرباء اخر الشعر ياخد منها طب ما ممكن نعرفش بيتك ما ممكن يتوه لا يا حبيبي ده انت اسمك بالكامل وتفاصيل عنوانك وكل تفاصلك موجودة في المصلحة هناك وفي لحظة هيدوها الواحد محصل يجي ياخد منك انت اسمك بالكامل وعنوانك وتفاصيل عمرك وعمرك موجودة مع طائفة من الملائكة الله اعلم هي ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب هتتسلم تفاصلك بالكامل وتفاصلك بالكامل وفي اللحظة المحددة هتنزل تاخدك وتاخدك يعني يا اخواننا الموضوع ما فيش في مجال ان هو يروح او يجي الموضوع منتهى جماعة ان يوم الفصل كان ميقاتا يعني ايه ميقاتا يا رب ستوب واتش ستوب واتش الكون كله مظبوط عليه عند ساعة الصفر كل الكون بيتقلب الكون كله في لحظة واحدة بيوصل لساعة الصفر وبيتقلب يوم ينفخوا في الصور فتأتون افواجة افواج قد ايه يعني مليارات مليارات طلع من تحت التراب مليارات طب ومليارات دي مين اللي هيحسبها ومين اللي هيسطر عليها ومين اللي هينظمها يوم الايامة تخيل السماء كده بصي للسماء كده الليلة كل دي هتبقى بواب هينزل منها ايه مليارات المليارات من الملائكة تخيل المنظر معايا بقى مليارات البشر طلعين من تحت ومليارات المليارات من الملكة نزلة من فوق كل ملك عارف مين فيكو مسئوليته كل ملك عارف هو يروح فين دول ملائكة الصراط ودول ملكة الميزان ودول ملكة العرض على الله ودول السبعين الف اللي هيقفوا لو ربنا قال خذوه فاغلوه يبتدروا اللي ربنا قال عليه خذوه ودول ملائكة الحوض اللي هيساعدوا النبي في ثقاء المؤمنين عليه الصلاة والسلام ودول 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 انتم متخيلين يا اخوانا متخيلين ما هذا شكله ايه متخيلين الامر شكله ايه الامر محتاج رصيد قد ايه محتاجين رصيد قد ايه عشان ننجو من محطات التفتيش ده ايه كلها النار هو بلال لما تكوب النار على ظهره صبر ليه لانه كان حارف ان فيه نار تانية ما يقدرش يصبر عليها فهو صبر على ديه عشان يصبر عشان ينجو من ديه هو خباب لما كانت المؤمنر تجيب السفت سكنه لحد ما يحمر وتحطه على راسه يطلع دخان ويسقط مخشيا عليه صبر ليه لانه كان فيه نار تانية عارف انه ما يقدرش يصبر عليها عارف كده فصبر على ديه عشان يبقى معه رصيد ينجو بيه من ديه هو عمر بن الخطاب لما قال لو كل الناس دخل الجنة اللي واحد دخل النار اخاف انه بأنا هو خاف ليه لان النار ما ينفعش ان يتحط احتمال واحد في المليار انك اتنا تدخلها خدي بالك خد بالك يا حبيب قلبي خدوا بالك يا جماعة خد بالك يا والدي النار ما ينفعش انك تسيب احتمال واحد في المليار انك تبقى من اهلها ما ينفعش عافين انا ممكن ادخل الامتحان مذكر شوية سيب شوية ففي احتمال ان انا ما نجحش في احتمال ان انا ما جيبش تقدير في احتمال الناس قط إنما النار لا يا جماعة ماينفعش ماينفعش يستمي احتمال ولا واحد في المليار انك تسقطي لازم نخلص الموضوع من هنا لازم نشحن الرصيد من هنا ما نجيش نتزل يوم القيامة حديث الحسنة اليتيمة حديث اللي لما توزنت اعماله على الميزان لأن سيئاته ازيد من حسناته بسيئة واحدة سيئة يعني مليون سيئة واحد ومليون حسنة هيدخل النار على سيئة عشان تخيلي عشان رصيد سيئة واحدة زايد عشان رصيد الحسنة ناقص حسنة واحدة بس محتاج حسنة وينجم من النهار حسنة اهو ده بقى اللي لما هيلف في يوم القيامة ويقول حسنة لله هيتشقق قلبه وبيقولها يلف في يوم القيامة بجنون بجنون طول الخمسين الف سنة يدور فارض المحشور كلها على واحد يدي له حسنة حسنة وبعد ما يلف وتطلع روحه يلاقي في الاخ الواحد معه موش غير حسنة واحدة بس يعني الرجل ده مصلاش ده هو مرة ماشى جنب الجمعة يوم الجمعة كده فلا الامام بيقول لنا صلوا على الحبيب ده امال عليه الصلاة والسلام بس كده فالرجل اللي معه حسنة واحدة قال له بص انا حسنتي دي ما تدخلنش الجن لا يمكن اتعمل لي حاجة وانت بحتاجة تدخل الجن خد يا عمي الحسنة بتاعتي انا كده كده دخل النار والعذو بالله وانت تنجو فقال الله سبحانه وتعالى لست اكرم بعبدي مني خذ بيدي اخيك وادخل الجنة الله واكبر انت بتقول الحدثة ليه انا بقوله عشان اقول لك ذل حسنة واحدة نقصة في الرصيد عشان اقول لك حسنة واحدة تفرم معك قد ايه عشان اقول لك قيام الليلة دي ممكن يفرم معك يوم القيام قد ايه عشان اقول لك اراية قرآن اراية صفحة قرآن في اليوم اراية صفحتين قرآن في اليوم اذكار الصباح والمساء تكبيرت الاحرام غض البصر اتسمع لنفس ديني الاعدى في الجامع من المغرب للعيشة صلاة الصنة الراتب اي حاجة يا جماع يا جماع احنا كل واحد فينا شائل شوال وبيجري بيعب رصيد على قد ما يقدر يا شباب يا جماعة لو الحكومة علقت في صدر كل واحد مننا كست بيسجل عليه كل كل كلامه كل كلمة سبحان الله بجنيه الحمد لله بجنيه الله أكبر بجنيه لا إله إلا الله بجنيه واخر اليوم الكستات بتتلم ويتعمل احصاء وكل واحد ياخد هنعمل ايه حد مننا هيبطل حد مننا هيبطل شحن للرصيد يا اخوانا شحنوا يا اخوانا استسمروا كل ساعة من اعباركوا في الشحن للرصيد يا جماعة اهوال يوم الايامة فوق تخيلنا وتصورنا شوفوا ربنا قال ايه في صورة القمر وصف يوم الايامة بستة اوصاف ماينفعش ماينفعش بعضهم ان احنا ننام ماينفعش بعضهم ان اكتنام الليلة ماينفعش بعضهم انك ما تخدش قرار انك تتوب لله ومنصح الليلة ماينفعش بعضهم ان حياتنا ما تتغيرش ربنا بيقول فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر نكر داو الوصف خش عن ابصارهم يخرجون من الاجناس كأنهم جراد منتشر مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر ايه ستة اوصاف دول هذا يوم يدعو الداعي الى شيء النكر يعني ايه نكر نكر يعني شيء فضيع يعني شيء ما يحتملش يعني شيء ايه ده انت عارف لما تبص الحاجة ايه ده انا عمري ما شفت في حياتي حاجة زي دي انا عمري ما تخيلت حاجة زي دي انا النكر ضد المعروف حاجة مش معروفة حاجة مش معهودة حاجة مش متخيلة حاجة فوق التخيل والتصور شيء النكر شيء فضيع شيء بشع شيء مرعب شيء بيبث الرعب في النفوس شيء بيخلي الانسان عايز يهرب باي طريق يهرب من اي مكان مهطعين يوم يدعو الداعي الى شيء النكر خش عن ابصارهم خش عن ابصارهم يعني ايه البصر الخشع الخشوع هو تصدع ما قبل الانهيار هو ده الخشوع عشان كده انا خشع قلبي يعني قلبي خلاص هيتفتت من الاحساس بجلالك يا رب عشان كده الخشوع ده خشوع البصر ان البصر هيتقطع من اللي هو شايفه من كتر المنظر اللي شايفنا العيون اتكثرت اتقطعت اتمزقت من شدة اللي هيا شايفها تخيل اما العين تتمزق اما العين تبص برعب اما العين تتكثر اما العين حدتها تتكثر با عدش يادر يبص مش قادر مش قادر يوم يدعو الداعي الى شيء النكر خش عن ابصارهم يخرجونا من الاجداث يعني الاجداث الاجداث اللي هي القبورة ديقة قوي ديقة ديقة ليه اهههههه ايوه مش ربنا بيقول فان له معيشة ضنكة هو يعني ايه ضنك ضنك في اللغة يعني ديق شديد يعني ايه ديق في ايه ديق في الدنيا ديق في الموت ديق في القبر ديق في القيامة ديق في النار وعكس المؤمن ساعة في الدنيا ساعة في الموت ساعة في القبر ساعة في القيامة ساعة في النار ديق في الدنيا حياته مخنوق مكتئب مفيش بصيص امل كل حياته عقوبات معاصر لانه ويبطرش معاصر طب وديق عند الموت روحه بتخرج كأنها بتخرج من سوق بابرة ازاي تخيل لو سوق بابرة لفة حوالين رأفة انا ربيض ازاي ده بإحساس رهيب اهو ده إحساس خروج الروح طب وفي القبر يضيق عليه القبر حتى تختلف اضلعه والعيذ بالله لغية ملحمه وعظمه يتمزقه طب ويوم الايامة يوم الايامة ده يوم الدك الرهيب لانه محط بمليارات البشر هيموت والشمس فوقه مفيش زرة هوا فوقه من نار الشمس اللي قلسنت اللهب بتاعتها نصف كيلو متر لوحدة والملايكة كمان محصراء يا نهار ابيض وكمان العلق لجمه فمش عارف حتى يتنفس وكمان فوق كل ده تخيلوا اخوانا تخيلوا المنظر الرهيب ده هوت ديء رهيب يوم الايامة وديء كمان في النار واذا القلقوا منها مكانا ضيقا مقرنين تخيل زنزانة ساعة خمسة اتحشر فيها خمسين وزنزانة نار ارضها نار وجدرانها نار وحددها نار وسقفها نار وهواها نار تخيل اتحشر فيها خمسين واتفتح الباب هنخرج لا ده خمسين تانين داخلين لا مرحبا بكم لا حولها ولا كوتاب انما المؤمن بقى اللي معاه رصيد المؤمن يا جماع المؤمن يا اخوانا المؤمن يا طلاب الاخرى المؤمن يا ايقاظ القلوب يا زو البصائر يا اولي الالباب يا ايها الذين امنوا المؤمن يا جماع ساعة في الدنيا ربنا شرح له صدره ومحبب الناس فيه ومباركله في رزقه وناشر عليه من رحماته سبحانه وتعالى وموسع عليه ويه ساعة عند الموت تخرج تسيل كما ايه ها كما تسيل القطرة يعني ايه يعني لو الكوباة دي ما يلتهى المياه تخرج بسولة لا اه ليه لان الفتحة بتاعتها واسعة فالروح بتخرج من فتحة واسعة عكس اللي بيخ تخرج من فوق بابرة طب وفي القبر يفسح له مد بصره وانا النهار ده جاي مسافر بالنهار فقلت يعني ايه مد بصره فقلت اما بص كده مد بصري يا نهار ابيض كل اللي هناك ده قدام ده مد البصر يا الهي ايه الساعة دي يا رب ايه يا رب الرحمة دي يا رب ايه يا رب الرحمة اللي انت بتوسع بيها على عبادك الصالحين دي يا رب ويوم الايامة في ظل اضخم واوسع مخلوق في الكون كله اللي هو العرش يعني تخيل تسحاتك لايه وفي الجنة فيه جنات ونهر ولي من خفه وخفه ربيه جنتان ساعة بقى يعني ساعة لا توصف ساعة لا توصف يا جماعة مين يبيع انت بيباعي بايه انا عايز اسألك انا عايز اقف معك وقفة انا عايز اقف معك وقفة انا عايزك تقفل وقت مع نفسك انا عايز اسألك انت ايه اللي وصلك لكده انت ايه اللي وصلك لكده انه اللي وصل شبابنا لكده يا جماعة انه اللي وصل شبابنا ان الشاب ممكن يطلع رحلة اسبوع كامل رحلة اسبوع يعصي فيها ربنا وهو بيكسل ينزل يصلي الفجر انه اللي وصل شبابنا انه هو بيبص للعشرة بتوع اللاعبة في المنتخب كانوا من العشرة المبشرين بالجنة وحارس المرمى ده حارس حمى الامة والمتفرجين دول المهاجرين والأنصار اللي جايين لنصر الأمة واللي جاب جندل اللي جاب نوبل للأمة والحق ايه ده ايه اخوانا اللي وصلنا لكده ايه اللي وصلنا ان مغني يتعرض عليه في قناة 3 سنين عقد ب20 مليون درار يقول لا مش كفاية على موهبتي والناس وقفة بطلتهم في طوابير العيش مش لا يتاكن ايه اللي وصلنا يا اخوانا ان شاب مسلم يقول اسم سيدنا محمد بالكامل محمد بن علي بن أبي طالب ايه اللي وصلنا لكده يا شباب؟ يا شباب يا شباب يا جماعة انتو بيتصدقوا مين؟ هتسمعوا مين؟ هتصدقوا الدعاية اللي بيدلوكوا على الله؟ ولا هتصدقوا اللي بيعملولكوا أفلام وأغاني وكربات؟ توضف قع جهنم بس هم هيكسبوا فلوس في جيوبهم بس يا جماعة حبيب قلبي انت لو وقفوا ايش شرط قطر وناديتك وحذرتك وانت مش هلت تتحذر فجريت في الاخر زقيتك والقطر جاي عليك فبصتلي كده انت زي تزقيني كده ده انا بنجي لحياتك ده انا بنقذ مصيرك ده انا بنجدك ده انا بنجدك ده زقت الرحمة ده ده شدة الحب والرحمة والخوف عليك هو الشدة دي كلها خوف عليك حب ليك رأس بيك حب انك انت تبقى احسن كمان من اللي الواحد فيه كمان وكمان يا اخواننا يا جماعة احنا عايزين عايزين نشوف اللي صلوا اللي تابوا اللي اقتهدوا في الدعوة اللي عملوا دين الله اللي قلوبهم اتملت ايمان ويقين اللي بيسمعوا القرآن عيونهم بتنزل احسن منك في ايه شباب يوم الجمعة طالع بادري على خطبة الجمعة من بادري عشان يرحق مكان في الصف الاول وشباب يوم الجمعة طالع على رحلة ساعة سبعة صبح ولا ستة صبح يوبق بمبقات ومعاصف كل مكان شباب ليلة الخميس يقولك عيد ميلاد ابليس يا عم دا ليلة العمر وشباب ليلة الخميس بيجري يتعلم تجويد ولا يحضر درس وعظ في الجامعة بنات وقفة في الجامعة هتطير من الفرح عشان النقاب بتاحها كأنها مسكت حتة من سابق ديها وبنت عشان علاقة حب جديدة ماشية فرحانة بنات وشباب شباب وقفين مكسور وسطهم عشان معصية عملوها من اسبوع عشان الفجر راح لهم من شهر وشباب وقف يتباهى بالمنكرات بالمنكرات والكبال اللي بيعملها شباب يا اخوانا شباب وشباب بنات وبنات اللي التزم احسن منك في ايه اللي التزم احسن منك في ايه اللي عارفه ربنا احسن مننا في ايه يا اخوانا هتقول لي مش قادر اوه هتقول مش قادر افتح لي قلبك يا حبيب قلبي افتحي لي قلبك افتحوا لي قلبك يا جماعة انا هقف معكم من النقطة اللي انتوا عايزين نقف منها النقطة اللي انتوا عايزين نقف منها النقطة اللي انت عايز تبدأ منها هبدأ معك منها انت مش قادر والله هتقدر خد قرار يا حبيب قلبي ينقذ مصيرك خد قرار ينقذ أخريتك خد بالك مش هتقدر ليه أمال قدرت في رمضان تصلي تلاتين يوم ليه أمال انت قدرت في رمضان تصلي ترويح تلاتين يوم ليه هتقدر والله يا جماعة والله العظيم هنقدر نبقى من الصدقين والشهداء كمان برحمة الله بس نقرب بس نقدم بس نقول حوزينك يا رب قولي عاوزك يا رب قول عاوزك يا رب وشوف يا اخوان احنا بنبيع ايه بايه انت بتبيعي جمال ده انت بتقول انا خد نفسها بقى شباب ممثلة فلانا هتبقى أجمل مليون مرة بتبيعي الجمال ده بايه بتبيع قداب اللقلق على نهر الكوسر في ضيافة الرسول بايه بتبيعي قصر في الجنة من جلقلقة مجوفة طولها في السماء سبقون زراع بايه بتبيع ولائم الجنة اللي ثمرت الفكهة الوحدة فيها طعم 72 ثمرت فكهة بايه بتبيعه ايه بايه يا اخوان بتبيع حرية لو اطلت على الارض لانرت الارض من جمالها بايه بتبيعي املاكك وقصورك وملكك ونظرك لوجه الله في الاخر بايه بتبيع نعيم لا يوصف ولا يتخيل مختبئ وراء تمن ابواب عظيمة من ابواب الجنة بايه انتو بتبيعوا ايه بايه بتبيعوا ايه بتشتيروا ايه بايه بتقيدوا ايه بتحجلوا ايه بايه بتحديلوا ايه بايه يا اخوانا يا اخوانا حزيني فوق لما بتفرج على فيلم اهرب قديم انا اطلبش على افلام طبعا يعني بس قصدي انا معدل ايه مشهد اول يا ربي سبحانك نفوق قبل ما نندم المخرج مات والممثلة اللي كانت بطلة ماتت والممثلة اللي كان يا مهنة ويا مهنك مات والكمبارس اللي وقفين يهووا عليهم ماتوا والمخرجين والمنتجين ماتوا وكل الممثلين ماتوا ويبقى وجه ربك وما كان لوجه ربك هيفضل لنا ايه هيفضل لنا ايه شباب هيفضل لنا ستار اكاديمي هيفضل لنا سوبر ستارز هيفضل لنا ايه هيفضل لنا اللي كان بنا من ربنا هيفضل لنا رصدنا هيفضل لنا رصد الحسنات هيفضل لنا الشحن اللي شحناه في الدنيا هو ده اللي فضل لنا هو ده اللي هيبقى معانا انا ما كملت الكوشل او صف بتاعت صورة القمر يوم يدعو الداعي الى شيء النكر خدش على افسرهم يخرجون من الاجداث الضيقة الرهيبة تتمزق الاكفان ويطلعوا كأنهم جراد منتشر الجراد بيطلع بالملايين من تحت التراب اجنحته لسه ما نمتش فبيطلع ينط من تحت التراب ملايين مع بعض يقفز فوق بعضه وينط على بعضه ويتحشر بينه بين بعضه ملايين مليارات طلعه يوم الايامة كله بيتدرف بعضه وكله بيركب فوق بعضه وطبقات القبور فوق بعضه وكله بينفض القبور ويطلع منظر رهيب جراد منتشر مهطعين الى الداع الهطوع ان الواحد عن التبرق ويبص لقدام ورقابته تطلع لقدام ويطلع يجري ومش قادر يبص يمين ولا شمال من كتر المنظر المهيب اللي هو بيشوفه يقول الكافرون هذا يوم عسر عارفين الولادة المتعسرة لما يكون الطفل مش عارف ينزل مفيش مجال ينزل الطريق مسدود مكان محاصر مفيش مكان تهرب الملائكة شد الحصار حواليك وحواليك مفيش منفس مفيش مهرب هذا يوم عسر هنعمل ايه يا اخوانا هنعمل ايه عايزين رصيد قد ايه ننجو بيه من اليوم ده محتاج رصيد قد ايه تنجي بيه من نومة خمس تلاف سنة او ست تلاف سنة في القبر محتاج رصيد تنجو بيه قد ايه من وقفة خمسين الف سنة ومليانة محتاج رصيد تنجي بيه قد ايه من العبور على الصراط من على الشفر جهنم انت محتاج رصيد قد ايه عشان تأمن مستقبلك في التنطرة محتاج رصيد ايه عشان تعرضي على الله وتقفى من ايديه يا اخوانا هيفوء امتى اللي طولت عمره قده في النوم وتولت عمره قده في الاكل والخلاق وتولت عمره قده في اللعب والتليفزيون هيفوء امتى لما يعرفش منظر الشرع في الفجر لانه ما صلاش الفجر قبل كده يا جماعة هيفوق امتى اللي لسانه ملوث بالغبة والنميمة وقلبه ملوث بالكبر والحسن هيفوق امتى هيفوق تحت الترب لما الملك الموت يجي لما الملكين في الحبس الانفراضي اللي تحت الارض يتحسبوه هيفوق امتى يا اخواني هيفوق لما ينام على فراش الاحتضار ويقعد يفتكر صحابه اللي ماتوا قابله طب وانا هروح فين وهم رحوا فين ويقعد يفتكر هقابل ربنا بايه غيري هيقابله بخمسين خطمة قرآن وخمس عمرات والفين دارس اسمحهم وانا هقابله بألف شريط اغاني سمعته وخمسمة كلب بتفرجت عليه وعشرين الف سكره دخنتهم ومخدرات وتدخين ونظر حرام عشرين الف نظر حرام هقابله بايه هقابل ربنا برصيد شكله ايه مش عايزين نندم بعد الموت مش عايزين نندم لما نقابل ربنا عايزين نستيقظ بالوقتي عايزين من الوقت نقضر خطورة الموقف اللي احنا فيه خطورة الموقف الرهيب اللي احنا بنتعامل معاه يا اخوانا اللي احنا فيه ده دنيا راحت ولا جات دنيا راحت ولا افتارت ولا اختلت دنيا الصحيت ولا امردت دنيا اتجوزت ولا ماتجوزتي دنيا نجحت ولا صدت دنيا انما الدين علاقتنا بالله علاقتنا بالملك انت قعد قدامي الوقتي ربنا من فوق سبع سماوات بيحبك ولا ما يحبكيش راضي عنك ولا لا مستفيك وهيوقطيك وهيملحك ولا لا هيخفل لك يوم اليامة ولا لا هيعمل ايه وزنوبك اللي عملتها النهاردة ربنا تلقاها ازاي وحسناتك اللي عملتها تقبلها ولا لا موضوع كبير واللي مش هيودر خطورة الموضوع احنا نعمل ايه من ربنا ده نملة لو انا قاعد الوقتي ونملة ارصتني امسط حاجة عامل ايه بس برجلي هنفعصها في الارض قدرتك ايه قدام قدرة ربنا لو قفت قدام ربنا ربنا هيتعب لو عذبك في ايه سبحان الملك العظيم ما لنشغل رحمته يا جماعة ما لنشغل ان احنا نشحن رصيد على قد ما نقدر بعمرنا وبحياتنا ده ربنا بيقول فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان يعني ايه السماء بقت كلها معادن دايبة بتسيل على الارض فين يا رب الكون اللي كان رحماتك في الشمس والامر والنجوم ما عادش في رحمة في الكون ما عادش في رحمة في السماء فيوم اذن لا يسألوا عن ذنبه انس ولا جان يعني زي ولا يسألوا حميم حميمة يعني لو حبيبي وقريبي وصحبي وجوزي واخويا وابني وابويا وامي شافوني بتعذي بيوم الامام حدش ابو صلي حدش يسأل فيه حدش يسأل فيك فين رحمات اللي حطتك في قلوبهم يا رب في الدنيا حدش فيه رحمات بشر ببشر قال له وبعد كده يعرف المجرمون بسماهم فيأخذوا بالنواصي والاقدام الناصية تتربط في الرجلين غير ان الادان اتغلت في العنق ويتكور على وشه يتسحب للنار جهنم يا رب الملايكة اللي تعمل فينا كده ده الملايكة دي كانت بتنزل بالعطاءات والرزق لنا في الدنيا ما عادش فيه رحمة ملايكة بالبشر يا هذه جهنم التي يكذبوها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم من آن من الحميم للجحيم من الحميم لحياض الجحيم من الحميم لأنهار الجحيم ايه ده ما بين الشوي والسلم ما عادش فيه رحمات ليه يا رب ده في صورة الرحمن الصورة اللي تكلمت عن رحمة ربنا الصورة اللي قالت لك لو ما رحمتش نفسك ولو ما مشتش في طريقه ولو ما شحمتش رصيد مقابل نعمه واستصبرت نعمه في طاعته ما فيش حاجة هترحمك يوم الايامة لا الكون ولا البشر ولا الملايكة ولا اي مكان هتلاقي في رحمة من الله سبحانه وتعالى ليه لانك انت اللي ما رحمتش نفسك انت كان ربنا مال الدنيا رحمات ومدينا فرصة هنعمل ايه يا اخوانا هنعمل ايه في الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى هنختار ايه هنختار الطريق ده ولا الطريق ده هنختار اخوانا لو رصدنا لو ربنا لو ربنا وفقنا وعملنا رصيد وش حالنا رصيد انت عرف يعني ايه جنة انت عارش يعني ايه جنة لو بتيجي يوم اليومة كده وتدخل الجنة كله واشربه يعني ايه تخيال ان انا جبتك النهاردة او جبتك النهاردة امن عازمك حتة عشوى النهاردة بقى في الميريديان على الكافيار بقى ما حصلش تدخل الميريديان كده تحط الكافيار ايه ده الطعمية بتاعة الميريديان حلوة او كده ليه بعد كده تاني يوم امن اغذيك بقى في حتة مكان في الهيلتون تعال بقى عازمك على مشويات اليوم اللي بعدها ده انا مرتب لك حتة صهر على السحل الشمالي على البلاج وانشو خروف واتعيش اليوم اللي بعده تعال بقى ما اغذيك حتة غدوى أخديك بقى في السياك برامدز بقى ولا فور سيزونز ولا حاجة أخديك بقى على مأكلات بحرية حاجة بقى ما حصلتش اليوم اللي بعده تعال ايه ده ايه ده ده الدنيا يا جماعة ده الدنيا ده الدنيا فيه ناس في الدنيا عايشة عايشة أكبر من كده أمال الجنة بقى أمال الجنة فيها نعيم قد إيه طب تعال بقى ما فسحك النهاردة طلعك تركيا هتشوف اللي عمرك ما شفته بكرة هودك على هواي وجزر هواي عقلك هيتطير بعده هودك على شواطئ في لوريدا انت شوف بقى مش هقولك انت تشوف ايه بعده هفسحك بقى أخدك في جزيرة كده حلوة كده في الخليج ولا حاجة وشوف هيحصل لك ايه بعده طلعك السحل الشمالي ونزلك في الشعب المرجانية ده دي فسح ده دي المزارات السيحية في الدنيا اللي هي حتة زر ترمل في الكن الواسع العظيم أمال في الاخرة أمال يا جماعة الجنة اللي عرضها السموات والأرض فيها مزارات سيحية شكلها ايه وفيها مناظر طبيعية شكلها ايه وفيها مناظر مبيجة للنفس شكلها ايه وتخيل الحياة الاجتماعية بقى النهاردة انت معزوم فين رسول الله سيدنا محمد عز ماكيته ومصعب ومعاز وسلمان وعمار الله أكبر بكرة بقى مترتب لك قعدة في اليخت الخصوصي بتاعك على نهر الكوثر قعدة كلاسي الجميلة كين انت ومراتك مع بعض بقى محدش معاكم اليوم اللي بعده آه هنروح نزور صاحبنا اللي من ساعة ما خد مراته وطلع على جنات عدن الأصل بتاعه نسانة قعد هناك ماش عايز يرجع تعالي عامل ما نجيه تاني بعدها بعدها آه ده في عزومة بقى سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى واغلام الأخدود وجريج العابد ايه يا اخواننا ده ايه الحياة الاجتماعية الرهيبة دي الجنة يا جماعة الجنة يا جماعة في ضيافة الملك في ضيافة الملك الجليل ده اللي بياخد تأشيرة حج في ضيافة الملك في ضيافة الملك في السعودية بيدولوا ايه وبيركبوا عربيات ايه وبيخلوا يسكن في فنادق شكلها ايه أمال اللي يدخل في ضيافة الملك في الجنة أو يعيش في ضيافة الملك في الدنيا مش حايزين يتقلين عفوا لقد نفذ رصيدكم مش حايزين رصيدنا يخلص مش حايزين يتقلين عفوا لقد نصف رصيدكم حضرت رصيدك جهزت رصيدك جهزت رصيد لنمت القبر جهزت رصيد لوزن الأعمال على الميزان جهزت رصيد للعرض جهزت رصيد للصراط جهزت رصيد للقنطرة جهزت رصيد للخمسين ألف سنة في غربة القيامة وعرصات القيامة جهزت رصيد للارتقاء في الجنة رصيدنا إيه يا جماعة رصيدنا إيه الرصيد اللي احنا محضرينه أنا عايز أكلمكم كلام كتير أويش صدري مليان كلام عايز أكلمكم عن القبر عايز أكلمكم عن النعيم اللي في القبر والعذاب اللي في القبر والرصيد اللي بيجيب نعيم القبر والرصيد اللي بيضيع اللي هو احد في القبر ولا عفو بالله عايز اكلمك يا اخوانا عن يوم الايامة بالنسبة للمؤمنين ايه وبالنسبة للمرشحن وش رصيد ايه عايز اكلمك عن الجنة والنار عايز اكلمك عن النار لو انت هدومك ولعة هتقلعها لو جلدك ولعة هتعمل ايه اللي بيصبح صبغة في النار يطلع يقول ما ضقته نعيما قط يعني ايه صبغة صبغة لما التوب دا يتسبغ احمر ما فيش فاكلة فيه ما شربتش السبغة لما يا اخوانا الجسم يتسبغ في النار ما فيش زرة ما بتتشربش النار يطلع الواحد جسمه كله ملتهب بالنار والعيز بالله ده بصبغة لهم فيها شهيق وزفير شهيقه ازاي لما الواحد بيشوف حاجة مرعبة يقوم يشهق ايه ده لما بيشوف صنف حزاب جديد صنف حزاب جاي عليه ايه ايه طب لما يتعذب به اه يصفر يصفر من شدة الالم على جسمه يبقى ما بين عذاب جديد يشهق من الرعب به وما بين التألم والزفر من هذا العذاب وبعد كي يجي عذاب جديد يشهق يترى كم مرة في اليوم بيشهقه يترى كم مرة في اليوم بيصفره يترى كم مرة في اليوم بتبدل جلودهم جلود جديد ليذوقوا العذاب يترى كم مرة في اليوم بيتسحبوا على وجوههم يترى كم مرة في اليوم بيصبوا على رؤوسهم الحميد يترى كم مرة في اليوم بيتضربوا بمقام الحديد يا ترى كم مرة في اليوم بيأكلوا الأكل العامة بتاعة أهل الجنة غاية الحرارة مع غاية المرارة الضقهم يا ترى يا اخواننا اللي عايشين في عيشة لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل يعني ايه يعني لو واحد ولعت عليه غابة يجري قدام عشرة كيلو متر نار يجري ورا عشرة كيلو متر نار بيجري في نار ده اللي بيجري في جهنم دي جهنم ساعتها كم كيلو مهما جري قدام نار يجري ورا نار يجري فوق نار يجري تحت نار يجري فين وهيروح فين وهينالوا ايه وهيغرب من العذاب ده ازاي ما فيش يا جماعة من جب رحمة الله الا الرصيد رصيدنا يا اخواننا رصيدنا اللي اخطر كلمة ممكن تتقاليو ميها عفوا لقد نفذ رصيدكم اوعى الكلمة دي تتقالك اوعى اوعى تيجي يوم الايامة معاكش وقت حسنا تفعيلك كده ما يكفوش سنتين من خمسين الف سنة ولا عشر سنين ولا ميت سنة ولا الف سنة دول خمسين الف سنة عايزين رصيد قد ايه عايزين رصيد قد ايه اختي انا عايز افكارك تاني الراجل اللي قعد في الاسنسير في الدور الخمستاشر فوش الحيطة والامل الوحيد بتاعه في النجاح في اللحظة دي انتهى وما عادش معاها رصيد يندب قد ايه يتحصر قد ايه على كل محل محمول مرة عليه مش عانش فيه يتحصر قد ايه على كل مكالمة ملهاش لازم عملها يتحصر قد ايه يتحصر قد ايه على ايه ولا على ايه ولا على ايه نار الحصرة في القلوب يوميها اشد من نار جهنم على الاكساب مش عايزين ليجي يوم يتقلنا عفوا لقد نفذ رصيدكم هتعمل ايه هتعمل ايه قررت ايه قررت ايه يا جماعة قررت ايه ايه القرار اللي هناخده النهاردة قررت ان حياتنا تبقى مفرغة للرصيد انت تعرف انت ممكن تشحن فد ايه انت ممكن الليلة تشحن ملايين الحسنات في قيام الليلة انت ممكن بركعتين طوبة تشحن حسنات يضيعوا كل سيئات العمر اللي فات انت ممكن بسبحان الله مئة مرة تشحن الف حسنات انت ممكن بسبحان الله وبحمدي مئة مرة تشحن حسنات تضيع ظنوبك ولو كانت مستزمة البحر احنا ممكن اخوانا ابواب الشحن كتير هنشحن في ايه هنشحن في ايه في تكبير الاحرام هنشحل في الاثناشا ركع السنة اللي رؤيته بكل يوم هنشحل في ايه ولا في ايه ولا في ايه اخوانا مش عايزين الكلمة اللي يتقلن يوم القيامة عايزين يتقلن بشراكم اليوم في كل مرحلة نعد فيها درس الليلة ملوش توصيات ملوش اصلي مش معقولة واحد بيولع حريقة عشان يعمل فنجان اهو عليه مش معقول درس الليلة توصيات بتاعته انقلاب انقلاب في حياتنا درس الليلة التوصيلة بتاعته ان حياتنا كلها تبقى مفرغة في كل ساعة منها لشحن الرصيد اللي وصلنا الربنا سبحانه وتعالى اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا تب علينا توبة نصوحة تب علينا توبة ترضيك يا رب يا رب ليس لنا إلاك لا بلاغ لنا إليك إلا بك لا زاد لنا إلا رحمتك يا رب يا رب أغفنا يا رب أجرنا من الفتن ومن شياطين الإنس والجاء يا رب اشرح صدورنا للهدى اهدنا ويسر الهدى لنا استعملنا في كل ساعة من أعمرنا في طاعتك يا رب يا رب يا رب املأ حياتنا بطاعتك وابتهاء مرضاتك يا رب يا رب ارزقنا خيام الليل وارزقنا طاعتك ليلا ونهار سرا وجهار وافتح لنا أبواب طاعتك يا أرحم الراحمين يا رب يا رب يا رب ما لنجغيرك يا رب ما لنشغيرك لو سبتنا هنضيع يا رب لا أمل لنا إلا فيك فأغفتنا يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر